بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي السادة الحضور الكرام بستأذن حضراتكم في بداية الأرض احنا كنا فين في 2014 اهم مؤشرات الصناعة في 2014 حوالي 22 مليار دولار صادرات اجمالي النهاردة هنتنكلم في 22 على 35.8 مكون الصناعي خلال الصادرات في 2014 كان 12.1 من 10 النهاردة هنتنكلم في 22 وصلنا إلى 22 واثنين من 10 بنسبة زيادة تحت 83.5% حجم الناتج الصناعي الإجمالي كان في 2014 حوالي 357 مليار جنيه النهاردة هنتنكلم في 22 على مليار 252 تريليون أنا آسف 252 مليون مليار جنيه نسبة النمو في 2000 نمو الحقيقي لقتصناعة التحولية في 2014 كان 4.7 من 10 النهاردة تضعف الرقم هذا حوالي 100% بقى 9.75% طيب النهاردة في لجنة مشتركة بتجمع الأربع جهات موجودين مع بعض هم اللي بيحددوا النهاردة الأراضي الصناعية تكون ايه وتحددت جهات الولاية كلها بالنسبة للترخيص الصناعية موجودة في التنمية الصناعية 2014 كان عندنا 121 منطقة صناعية النهاردة احنا عندنا 147 منطقة صناعية وخمس مناطق صناعية زادوا بالنسبة لمطورين كنا 12 منطقة بقينا 17 منطقة صناعية بـ 22.9 مليون متر مربع كمان تأثيراً من سيادتا كفاندم اللي تأثيراً على الصغار المستثمرين أقامنا 17 مجمع صناعي في 15 محافظة تكلفة 10 مليار جنيه التكلفة بـ 5,046 وحدة صناعية وتحاول توفر حوالي 48 ألف فرصة عمل مباشرة دي أهم صور المجمعات الصناعية في المحافظات في اسكندرية بني سويف أسيوت وكمان أقامنا عدد من المناطق الصناعية المتخصصة زي مدينة الجلود بالروبيكي أقامت الدولة مدينة الجلود بالروبيكي مدينة الأساس بدوميات الجديدة مدينة الرخان بالجلالة مدينة الدواء بمنطقة الخنكة افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي ترجمة نانسي قنقر